بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بما أننا إن شاء الله نعيش أفراح شعبان ولادة الإمام الحسين عليه السلام وولادة أبل فضل عباس بطل العلقمي وكذلك ولادة ولدي الإمام الحسين عليه السلام علي الأكبر وكذلك نعيش أيام انتظار ولادة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام ما أجر وما ثواب من زار الإمام الحسين عليه السلام في الثالث من شعبان يوم ولادته أو زاره في أي يوم آخر ما هو الأجر وما هو الثواب كما ورد في كتاب كامل الزيارات الباب التاسع والأربعين ثواب من زار الحسين عليه السلام صفحة 133 الحديث رقم 6 قال الإمام الصادق عليه السلام من أتى الإمام الحسين عليه السلام كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة فإذا أتىه وكل الله به ملكين يكتبان ما خرج من فمه من خير ولا يكتبان ما يخرج من فمه من شر فإذا انصرفا وادعوه وقالوا يا ولي الله مغفورا لك أنت من حزب الله وحزب رسول الله وحزب أهل بيت رسول الله والله لا ترى النار بعينك أبدا ولا تراك ولا تطعمك أبدا هذه بشارة الإمام الصادق عليه السلام لكل من يزور الإمام الحسين عليه السلام في الثالث من شعبان أو في أي يوم آخر لا ترى النار بعينك أبدا ولا تراك ولا تطعمك أبدا والإمام الصادق عليه السلام يقسم على ذلك ويقول والله لا ترى النار بعينك أبدا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم ولادته أو في الأيام الأخرى وأن لا نكون فقط من الزائرين بل من الزوارين لقبر الحسين عليه السلام هناك ربما من لا يستطيع أن يأتي إلى قبر الحسين عليه السلام في الثالث من شعبان أو في أيام أخرى ماذا يفعل؟ هل هذا معناه بأن رحمة الله سبحانه وتعالى انقطعت عنه؟ هذا الأجر العظيم ينقطع عنه؟ لا لديه عذر لا يستطيع أن يأتي ربما عذر مالي من الأموال قليل اليد من ناحية المال أو عذر شرعي من ناحية بأن أمره ليس بيده كالولد أو كالزوجة أو أنه لا لديه عذر صحي مريض كبير في السن لا يستطيع ماذا يفعل؟ كما قال الإمام الصادق عليه السلام لمعاوية وهو أحد أصحابه قال له ما يمنعك إذا لم تستطع زيارة الحسين عليه السلام أن تصعد إلى سطح دارك وتتوجه إلى كربلا وتقول ثلاثا صلى الله عليك يا أبا عبد الله فتكتب لك زيارة الحسين عليه السلام وإذا أردت يعني كما قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام من لم يستطع زيارتي من لم يستطع زيارة الحسين فليزر فليزر صالحي المؤمنين يعني الموجودين في منطقتك في حيك في محافظتك مثلا أنا في كربلاء ولا أستطيع أن أزور الإمام علي عليه السلام أزور الحسين عليه السلام فتكتب لي زيارة الإمام علي أنا في البصرة مثلا أحاول أن أذهب إلى أولاد الأئمة عليه السلام المدفونين في البصرة مقامات أهل البيت عليه السلام يعني في البصرة تكتب لي زيارة الحسين عليه السلام في بغداد كذلك في أي محافظة أخرى أذهب وأزور قبور ومقامات المؤمنين فتكتب لي الزيارة وأحصل على هذه النعمة لأن لدي عذر وما دام لدي عذر فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا فوق طاقتها لا يكلف نفسا إلا وسعها ولذلك نجد يعني ربما بعض الناس لديهم من الشوق أكثر بكثير من الذين هم بجوار مراقد أهل البيت عليهم السلام وتكتب لهم الزيارة عن طريق شوقهم ودموعهم وأهاتهم وأحزانهم أكثر أجرا وأعظم أجرا من الذين هم بجواره فهذه الأعمال بالنيات كما تعرفون وعلى قدر النية تكون من الله العظيم برنامج صباحات والأياء أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام